عقد اجتماع موسع لمديريات أحور والمحفد ومودية والوضيع وسباح بمديريات برئاسة محافظ أبيان اليوار ركن أبو بكر حسين سالم وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي مهدي محمد الحامد ومشاركة مدراء عموم الأمن والتربية والصحة والزراع ومياه الريف والكهرباء ونقش الاجتماع عددا من القضايا الهامة المرتبطة بسير العملية التنموية والمصاعب التي تواجهها المديريات وفي الاجتماع وجه المحافظ مدراء عموم المديريات تقديم الاحتياجات من المشاريع ورفع تقارير عن المشاريع المنفذة والمتعثرة ولفت المحافظ الأهمية مضاعفة الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات في تلك المديريات وكلف المحافظ مدراء عموم الوزارات والمؤسسات بالنزول إلى المديريات لرفع تقارير من واقع احتياجاتها واستكمال ما لم يتم تنفيذه وفي هذا الصدد وجه المحافظ باستكمال مشروع مياه المحفد من قبل هيئة مياه الريف وتوقيع اتفاقية بين السلطة المحلية بالمحافظة ومقاول ربط خط الكهرباء لاستكمال المشروع وتم توجيه بإدخال مستشفى أحوار ضمن الموازنة العامة للدولة نظرا لوجوده في خط حيوي دولي وجه المحافظ بتوفير الطاقة الشمسية لعدد من المشاريع المياه مياه الريف واكد الاجتماع على أهمية العمل الفاعل لعدد من مشاريع المياه المرتبطة بالصندوق الاجتماعي للتنمية وأبرزها مشروع مياه الصرة الوضيع واستكمال النواقص في هذا المشروع ترجمة نانسي قنقر